فيما يخص الجانب الأمريكي دعنا نتحدث عن الحجد الشعبي هناك تقارير تحدثت عن أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي بشكل عام يتحفظ من تقديم دعم جوي للقوات المسلحة العراقية حين يكون معها الحجد الشعبي ما مدى صحت هذه التقارير وما هو الموقف الأمريكي ماذا تسمعون من الأمريكيين بخصوص الحجد الشعبي طبعا هو هذا الموضوع اللي كان غير واضح يبدو للجانب الأمريكي والحقيقة هذا السؤال سؤال إلى رئيس الوزراء وإلي أيضا وكان التوضيح واضح بأنه الحجد الشعبي ليسوا ميليشيات ممكن أن تندس بعض العصابات والميليشيات أصحاب صاحبة الأغراض المعينة واللي سماها الأخ السيد بقتدى الصدر بأنه ميليشيات وقحة وفعلا وقحة لأنه تسيء بشكل كبير إلى الحجد الشعبي الجانب الأمريكي يسمون كل مدني يقاتل مع الجيش العراقي يعتقدون بأنهم ميليشيات ونحن أوضحنا هذا الموضوع بأنه ضمن هذه الحشود هناك ناس متطوعين هناك مدرسين هناك أساتذ هناك محامين هناك طلاب هناك مزارعين جاءوا بقناعة وعقيدة للقتال مع الجيش ومساندة الجيش العراقي وأعتقد أن الحجد الشعبي ظهر في ظرف صعب جدا بناء على مناشدة من السيد السستاني أدام الله ظلة وحقيقة كانت في محلها وأعتقد أن تجربة الحجد الشعبي تجربة ناجحة ونجحت في كثير من محافظات العراق مع الأسف الإساءة التي حصلت في تكريد أساءت كثيرا إلى الحجد الشعبي وأساءت إلى الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية ولكن في كل أحوال هؤلاء لا يمكن أن يسموا من أبناء الحجد الشعبي